ايمن اشرف برضو من المعلومات اللي عندنا انه الراجل مش عايز يعتمد عليك سنتر باك عايز يعتمد عليك ليفت باك مع علي معلول رايك ايه بنسيب انا اصق في ايمن اشرف بشكل كبير جدا اصق فيه يعني وخلينا نسيب ده لانه عارف ايمن بيجزل زي في التمرين وعارف طبعا اشتغل معاه كتير منه صغره يعني طبعا فهو هتلاقي ايمن دلوقتي في تحدي مع نفسه عشان يكون في الفرقة وهيكون في الفرقة ان شاء الله سواء كده او كده بمستوى اه مش عافية لأ انت كابتن درية انت شغلت مع ايمن اشرف زي ما انت قلت اشتغلت معاه في كتير منه صغير ومعه منتخب مصر انت بتشوف دايما ايمن اشرف في المركز اللي ممكن ياخد فيه درجة زيادة هو اشرف ايمن ابتدى في الباكليفت بالزبط طول عمره في الباكليفت اه واضطر كابتن حسام البادري انه يدخلو لانه كان عنده نقص صحيح نجح كتير وفي بعض الاوقات عادي زي بقيه لعيب لكن هو قدى كحاجات جميلة مع النادي الاهلي مواصم رائع يا عودة محمود متولي للتعلق مرة اخرى كولر عشان كده بقولك مدرب لما يهدى هيطلح حاجات كويسة انك تيجي ونلاقي المدافع رقم ستة السنة اللي فاتت مفنش رقم ستة بعد ايمان وعب منعم ورامي وياسر تلاقيه هو انا مرة واحد ويقدي بالاداة ده هيبقى ده كولر طبعا لو اي حد كان شاف الفرقة وبتعامل مع الفرقة مش عينه مش هتروح تجيب متولي وتحطه بداية الموسم هو تعمل بالعدل مفهوم